اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا بشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة ام بركة ست الكل لما توقف في المطبخ وتعمل اكلة من اي مطبخ ان كان الحب يغلب على الخبرة يعني ايه عم الشيف يعني مش لازم تكون طبخة شطرة او انك تكون الشيف المغاز في قلب المطبخ بتكلفة قليلة وتفاصيلنا الصغيرة ولكن بطعم جديد وبشكل جديد معنا لحم المفروم النهاردة نص كيلو كان دوس داني انت وجيبك شوية رز مصري حلوين شوية شعرية كيس شعرية من اي بقالة وشوية حب وهنعمل النهاردة الفراولة وزي متقال فداني الشعب رحمة الله عليه لما قال الفراولة يا بتاع الفراولة هنعملها النهاردة بان كيك بالفراولة بطريقة لطيفة هو انا عاشق للفراولة بس ما باكلهاش زي ما هي كده يحط على سكر يا عسل يدخلها في كوب كيك او بان كيك تعالوا نشوفوا مع بعض التفاصيل النهاردة هنعمل داود باشا بطريقة لطيفة وجميلة رز بشعرية عدل داود باشا ياما رزة ابيض وتعالوا مع بعض نعمل البان كيك بالفراولة بطريقة بسيطة وسهلة تعالوا مع بعض طبعا التفاصيل النهاردة وكمان افكار بسيطة وسهلة وزي ما بدأت الحلقة بتاعتي بان الماتريال بتاعك او المشتريات بتاعتك مش لازم تكون باهزة السمن او غالية السعر لازم تكون فيها بساطة وسهولة وفي بتناول اليد خلال اطلع فاصل صغير وبعض الفاصل او اتروحوا بعيد تابعوني ورجع دا لحضراتكم بعض الفاصل تعالوا شوفوا مع بعض ازاي الشيف المغازي دايما بيقول بتفاصيل صغيرة بنعمل طعم جديد وشكل جديد اللي شوف مقادير داود باشا وليسا مو داود باشا واحنا شغالين هنجاوب على السؤال معا دا لحم المفروم ومعانا بصل وتوم دي ايه نشا بصومات بقدونس ناعم ملح فلفل وسوس طماطم دا سوس الطماطم دا اللي لازم تخديمي عليه كويس لان هو دا اللي هيخلي داود باشا اللحمة المفرومة بتاعتك هي داود باشا هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة لحمة المفرومة عندنا بتطلب من الجزار فرما نعمة خلي بالك دا مهمة جدا على فكرة بتعملي حووشي بتعملي داود باشا بتعملي كفتة هابرة بتعملي كبيبة لازم تطلب من الجزار يديك الهابرة واللحمة فرما نعمة اللي هو وش المفرومة يبقى معاك ناعم تفرق ياشيف تفرق طبعا هنشوف مع بعض ازاي نعمل داود باشا واحنا مغازي دايما لما بنعمل داود باشا بيلاقي فك مننا في قلب الصلصة غير كفتة اللحمة بالرز الرز هنا مكون اساسي في عمل الكفتة فعمرها ما تفك في قلب الصلصة انما لو عملنا داود باشا الكفتة مننا بتفك في قلب الصلصة مع غلوة والتانية بتلاقيها قلبة على صوص بلونيز او لحمة مفرومة متعصجة ايه هو صوص البلونيز يا مغازي؟ اللي هو الطلياني لحم متعصج مع بصل ويتوم بياخد ريحان او زعتر وياخد صوص طماطم البلونيز دا بتحطي على الماكرونة اللي اسبكتي او يتعمل بيه ماكرونة بالباشامالي تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي قد اللحمة المفروم بتاعنا وزي ما قلت لحضراتكم بتطلبين من الجزار فارما نعمة ويفضل طبعا حفظ اللحمة المفروم في التبريد عشرين تحت السفر علشان لونه ما يغيرش منك احنا يا اخوانا لما بنيجي نطلع المفروم من قلب التلاجة بنلاقي لونه اسود نزل من الجزار لا المشكلة عندك يا اختي يا ام في عملية التبريد جبت حتة لحمة مفرومة ازا دي كده وده بحين او ان احنا جبنا كمية مفروم نخزنه في التلاجة لازم تكون درجة التبريد في التلاجة عشرين تحت السفر يعني اللحمة تتجمد بسرعة قبل لونها ما يتغير المفروم بازاي عشان ما نسلمش الجزار نبدأ نحط البصلاية النعمة على اللحمة بتاعنا نحط الفص التوم المفروم النعم شوية البقدونس الحلوين للمفرومين وبايدك كده عشان ايدك هي العيار ايدك هي البركة يا ست الكل حالوا الكلام؟ معانا من النشا معلا ومعانا من الدي معلا هناخد الخليط ده كله مع بعضه ونقلبه مع اللحم المفروم بتاعنا توابل داود باشا ايه بقى؟ هل داود باشا دي من المطبخ الشرقي ولا من المطبخ الغربي؟ والله انت عايزها من المطبخ الشرقي أهلا وساحا عايزها من المطبخ الغربي برضو أهلا وسهلا هعلي لو لماذا هي التوابل اللي بتفصل الطعم حطينا كمون وكسبرة وفلفل اسويت طبعا والبهارات بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل وكمون وكسبرة خدت الطعم الشرقي حطينا صيا سوس وحطينا جنزبيل مع روزماري وريحان خدت الطعم ايطالياني نحط الملح بتاعنا معلقة معجون طماطم كل دا في داود عشان كده سموها داود باشا مش كفتة وخلاص لا عشان كده سموها ايه؟ داود باشا حطيت معلقة معجون طماطم عايزها من الطعم الشرقي هنحط الكمون والكسبرة والملح والفلفل وزي ما قلت لحضراتكم التوابل هي اللي بتنقلنا من مطبخ لمطبخ زعتر روزماري جنزبير شفت السؤال الجميل الحلو دا لما يكون معايا مخرج شاطر يسأل عن التفاصيل الصغيرة ليه دي ليه حطيت دي ما حطيتش بقصمات البقصمات من تصنيع فتات الخبز او بواق التوست اللي عندنا لما هتفق مع الكفتة هيخليلك الكفتة تفك في قلب بصوص الطماطم فلما حطي دي مع نشا اتعلمنا من الدي والنشا لا الدي سوري مش النشا في مادة الجولاتينة عالية جدا دي اللي بتساعد على تماسك اللحمة وهي بتغلف الصلصة فعشان كده حطيت دي العلم حلو ولما نكون بنشتغل على مفهومية حلو وبنحط ايه على ايه في الاخر ده مطلوب مننا هنقلب دول مع بعض انا ممكن حط بقصمات البقصمات طبيعي جربك كده واجيبوا شوية بقصمات حط عليهم شوية مية او حطهم في ايه سائل هتلاقهم ايه نفشوا كده وزادوا غير الدقيق بتحط عليه مية حسب الرغبة وتعجين العجينة بتاعتك انا حطيت دي مع نشا ما سألتونيش حطيت ليه نشا يا عم الشيف النشا دي عشان لما تتحمر داود باشا دي نحس بالاطمة تحت سناننا كأنك بتاكل فزدو حلبي اه شفت العجينة والخلطة عشان كده سموها داود باشا اه مكوناتها لطيفة وجميلة بتوابلها حلوة بالشكل ده كده اه للامانة وللمصدقية محتاجة شوية دقيق شفت انا صريح ازاي اه كمان شوية دقيق صغيرين ونقلبهم مع بعض عكس لما بنعمل برجر برجر حاجة تانية برجر ده بنجيب حطة اللحمة المفرومة خشن مش ناعم شفت بقى الخشنة غير الفارمة النعمة ونحط عليها الصوية البودر تتجاب الصوية من عند العطار حبوب الصوية وتتنيع وانا بصراحة لو مكلتش البرجر بصوية كأنني ما باكلش برجر كأنني باكل كفتة طب باكل كفتة وخلاص يطلق عليها برجر لانها بتاخد الايه الصوية البودر او حبوب الصوية تتجاب من عند العطار اه حاجة كده عاملة زي البرغل بس اللونها طبعا يميل للبياض اه شفت العجنة حلوة ازاي هناخد العجنة الحلوة دي كده مستر داود باشا اخواننا الشوان بقى بس اعتقد الكلام ده مش موجود دلوقتي يجيب الصنوبر يحمره ويحطه مع داود باشا طبعا الصنوبر دلوقتي سعره غالي الكيلو يتعدى لألوفات مناش دعوة بيه ايه البديل اللي عم نشيط بوك تحط شوية لوز حالو عشان كده سموه داود باشا هناخد داود باشا كده في الصنية الحلوة دي كده ونحط شوية زيت شفت بقى التركاية دي بقى اهو دا زيت زيتون بنحط معها زيت الزيتون دا هي دي التركاية بصلايا بالشكل دا كده شفت الجو دا كده اهو ونحط على البصلايا دي عم نشي فصي توم نعم الله معنا روز ميري أستاذنا حضراتكم نجيبه دا كده مع زعتر عشان الطعم شفت الجو دا كده اهو وده كمان مع البصلايا والعود الزعتر الحلو دا كده مع البصلايا ونبدأ نشتغل مع بعض خلي بالك شطرتك بقى وانت بتعملي داود باشا دا كده لازم كله يبقى حجمه بعضه ما دي بقى ايش في قلب الطبق اه ايه ما دي بقى ايش في قلب الطبق واحدة كبيرة واحدة صغيرة شوف انا شغلت ازاي دايما بيعلمونا الشفية والمدرسة الطهوية وكلنا بنتعلم يقولك تثبيت الشغل يا شيف اهم من الشغل انا عملت العجينة وعجنتها وانا شغال اه بيه دي والله يا العظيم اللحمة المفرومة دي لا تتعدى نص كيلو ولادك هيكله والجيران هيكله والحبايب هيكله والجيران اهم حاجة انه بيوسع لسابع جار اه لا بكور اه 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 داود باشا اه حال اه بالشكل ده كده اه حتقوليه ليه حطيت بصل ليه وروزماري ليه عايز الطعم انا ما انا هاخد كل الفليفر ده والطعم ده اه ما هو البصل اللي دي معاك اول البصل لو تحطي دي في الكفتة بيبقى طعما طعمه مش حالو اه ولكن البصلة هنا هتتحمر مع الروزماري في السطاسة في قلب الفر اه ممكن بسألني لساحمد عود طبعا لما يكون الواحد مبدع في عمله لازم كان يكون مبدع في استفساراته الاستفسار هنا ان انا ممكن اعمل اكل من غير بصل هيبقى ناقص حاجة مهمة جدا اللي هو البصل والمطبخ بصل ويتوم ولكن هل نتقبله نتقبله بس لا زلك اللي لا يمنع ما يمنعش طبعا ان انا البصلية تتحمر قبل ما احطها في الكفتة اذا انا مش بحب رحت البصل شفت الكمية بسم الله ماشاء الله ادخلهم الفرن دلوقتي ولكن خلونا اقول امارة قبل ما احط الكفتة دي في قلب الفرن ايه الامارة عمش شيف لازم تكون درجة حرط الفرن عالية جدا حزارة تحط داود باشا في فرن بارد او فرن مش والع كأنك بتعملي كيكة اه او بتعملي كوب كيك اللهم صلى على النبي بالمزورة اسهم يا مخرجنا واسد زيتنا المصورين هتلاقهم كلهم مقاس واحد بصلايا روزماري زعتر شوية زيت زيتون شوية حب درجة حرط الفرن عند مية وتمانين ولكن دايما لما باجي عند الفرن بنسأل سؤال لطيف جدا دي مكانها فين في الفرن عشان تتحمر وتبقى لطيفة وجميلة بالشكل دا كده ده مكانها الله هو ده في النص عشان النار تحتويها من كل الاطراف فوق وتحت ايه الصورة الحلوة من الفرن ده تعني مليون كلمة خلنا ناخد بعدين واطلع فاصل صغير التفاصيل عندنا بقلي تكلفة ممكنة بنعمل اكل قمة الغذائية بتاعله بتاعله قمة الهرم في التنفيذ والاداة او اطراحوا باقي تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل دايماً مطبخك يكون راية وارد وبتحصل قاعدة في امان اللي هو في المطبخ مشغلة لغدية اللي انت حبها تمزيك اللي انت حبها فين جالي اللي هو فين جالي الشاي رن الجرس مين حماتك ايه تشوفوا المطبخ بكاركب مش انا قلتي لك يا ابني مش انا قلتي لك يا حبيب قلبي ياب بيحصل تخلي مطبخك راية وارد يجيلك حد ضيف مفاجئ واحنا مطبخنا راية وبديعمل الاكل اللي احنا حبينه وبنتابع الشي في المغازي نعمل اللي نفسنا فيه ولكن حريص كل الحرص فان انا مش عايز غلبة في المطبخ في المكونات وافتح التلاجة لها زحمة كل حاجة فيها وحاجة مركونا بقالها شهر حاجة مركونا بقالها شهور ومش عارفين نستخدمها ازاي اللحمة المفرومة احنا المصريين بنحب نخزينها وكل الدول يعني تخزين اللحمة المفروم بنلعب دور مهم جدا في تخزينه ولكن الاستخدامات بتاعته بتبقى قليلة جدا فانا عملت داود باشا في الفرن بيستوي ولكن مطلوب منه عمله سوس طماطم لطيف وخدم عليه اساسيات سوس الطماطم او الطماطم الكل كاسيه بتاعت داود باشا طماطم مضروبة في الخلط مع بصلة وتومة ولكن انا مش هحط بصلة وتومة هنا يا مخرجنا يا جميل ياللي سألت مش عايز بصل انا هاعتمد على البهريز اللي نازل من داود باشا مع البصل والتوم والرزماري اللي في الصنية هيطلع داود باشا باخد المحتوى اللي نازل ده والحلويات اللي نازلة من داود باشا بحطهم في قلب الطاصة بنزل عنهم بسوس طماطم كده انا خلقت وصنعت وسوس طماطم محدش عمله غيرك خلونا نشتغل في الرزم الشعرية ما قدله على الشاشة رز مصري وشعرية وشوية حبان مع ورق لورو ونشوف نعمله مع بعض ازاي ورشة ملح جارية علشان الشعرية كلها تتحمر وتبقى لون واحد نشوف نعمل ازاي مع بعض رز بشعرية لانه ممكن تكون عاملة ديكرومي عاملة خروف عاملة اكلة سمك عاملة بطاية حلوة عاملة فراخ عاملة لحمة ولكن تجي على شوية الرز البيض او الرز بالشعرية يعكننه المزاج على الصفرة ياما الرز مش مستوي ياما الرز حبة وحبة ياما فيه قطمة ياما الشعرية تلاقي خمسين لون في قلب الرز وده بيحصل وبيحصل مني وتعلمت كده وغلطت كتير عشان اتعلم ومش عيبة طبعا ان احنا نخطأ ونصلح من خطأنا ونتعلم من ايدينا تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي معايا طاسة على النار هعمل الرز بالشعرية هنا معلش نحط شوية زيت حالو ما نقطرش زيت لان هستخدم شوية سمنة بلدي احبها حمر الشعرية انا في سمنة بلدي واحب رحة الشعرية وهي نازل عليها المية كده في قلب الرز بتبقى لطيفة وجميلة اللهم صلى عن النبي فين عم الزبدة والسمنة كل ده هيلعب دور مهم جدا في طعم الرز دي زبدة ما عليت سمنة بلدي حلوة من اللي جايبها حماتك وهي جاية تزورك ستة وتتكلش بيدها فاضية عشان كده ما تبخاليش عليها تطلع الحاجات الحلوة اللي في التلاجة اللحمة اللي جبناها السمك اللي جبناها ونحمر لها بالسمنة البلدي الشعرية بتنزل هنا كده شوية ملح يا عم الشيف ويوعي تنس انك انت حطة ملح على الشعرية يعني ما تحطيش ملح على الرز اهو الملح اللي بحطه اللي هو عيار الرز اللي هستخدمه واقلب الشعرية مع الرز هتلاقي الشعرية دلوقتي كلها لون واحد يدينا امارة معايا فرسانة تفزيل المصري معايا كريم كاميرا كده بتيجي من عراسي وتخش جوه الحلة تجيب التفاصيل جوه التفاصيل اهو انا بقلب اهو شفت الحلوة دي كده اهو الشعرية الشعرية تصنيع ليست محصولة يعني مسمعناش يقولك الفدان الفلاني ابن الفلاني من العيلة الفلانية عمل اتنين طن من الشعرية خالص الشعرية تصنيعي عن دي يعني سمية ناعم يعني بيضة ورشة ملح وصنعنا الماكرونا او الشعرية فطالما بنعمل شعرية يلزمنا في ليفر وطعم عدر الزماري حلو مع الشعرية وهي بتتحمر بالشكل ده كده اهو بيديني طعم اهو ونقلب من الوقت للتاني ومية بتغلي جنبي على النار مدرسة الرزة بالشعرية او اي رزة انا بعمله لازم تكون مية بتغلي في البرات ياما بتاع الشاي ياما في حلة على البتجاز جنبك كده بتغلي فيها مية منفعش انزل بمية بردة او مية من الحنفية مباشرة على الرزة بشعرية انا بعمله او رزة ابيض معانا يا عم مشي في ورق لورو وشوية حبهان دايما فيه علاقة حب بين ورق اللورو والرز سواء الرزة بشعرية سواء الرزة ابيض سواء كبسة ورق لورو من الحاجات اللي ما بغيرش لون الشربة بيد طعم وفليفر اهو غير القرفة يعني ما جيش حط في رزة بشعرية قرفة مسلا هتلاقي المية لونها تغير جربت كده تجيب عيدان قرفة زي اللي معايا دي كده نعمل بها البانكيك وتعملي اه رز او تعملها في كبسة في برياني في مندي الاكلات العربية اه انها ما نعملش بها رزة ابيض ولا نعمل بها شعرية اه واقلب كده اه طبعا الاساسات زي المصورين منتظرين يشوفوا الشعرية دي خمسين لون اه شوف انا بقولك على الامانة يعني انت ممكن تتعبف اكل كتير قوي تتعبف صفرة جامدة قوي مكلفة وعليها ملزة وطاب وتلاقي في الاخر شوية الشعرية وشوية الرز اللي عالصفرة بوازوا الدنيا حال؟ نقلب وانا شغال اه الشعرية اخد لون هتحتاج مني شوية سمنة بلدي وجود السمنة البلدي مع الرز بتخلي طعمه لطيف وجميل وخاصة الرز المصر بتاعنا غير الرز البسمتي الرز البسمتي فائر نشويات يعني مش بيشرب طعم غير الرز المصر عشان كده لما نيجي نعمل رز بلبن لازم رز مصر اخواننا في الخليج في السعودية في الامارات في الكويت كل الدول العربية لازم عندهم اكلة مشهورة جدا اسمها السليج ايه هو السليج عم الشريف ايه هو السليج عم الشيف السليج ده عبارة عن رز مصري بيتعامل بشربة الدجاج والتوابل العربية حبيدتوا بصوا على داود باشا في الفرن بتفاصيله شفتوا البصلة واخدوا شخصيتها ازاي شفتوا الرز ماري لسا بيتحمر بيقولولي في الإربيز هنلحق نعمل وانا مستني الحلويات بتاع داود باشا عشان انزل بها على سوس الطماطم وفي الاخر غلوة وخلص على النار اه زي الفل انا هحط الرز دلوقت عالشعرية واتعل عالرز لما يستوي اكون اعملت البانكيك تنظيم وقتك في المطبخ يا امي مهم جدا اه بصلي بالله عليك مخرجنا الجميل انت بتحبيني وانا بحبك شوف الشعرية كده وقوللي يا شيفو غازي في واحدة لونها فتح وفي واحدة لونها غامي اه وانا هصدقك لان صورتك على الشاشة واضحة اه جبولي الشعرية يا اخواننا بالله عليكم علشان بنعرف الشي بالمغازي بيتكلم من فراغ ولا بخبرة طهوية اه وهسيبها وهسيبها بس اقولك على امارة حلوة اه عندك بيب صغير بيعيط بابك خبط مفاجئ تجي بس تجي واخد الشعرية كده ده بيحصل بقى خلي بالك واسيبها كده ولا شكتم النار والاخطاء دي انا وقعت فيها زمان وانا بتعلم مطبخ واقولي الشعرية بتتحمر لا هتجي تقليبيها هتلاقيها الوان لان هنا ارضية الحلة او المعدن بتاع الحلة في درجة حرارة فاللي فوق غير اللي تحت واللي تحت غير اللي فوق فنقليبها برضو كده حتى لو شلتها من النار اه شفت بقى اتكلم عن التفاص اه جيب للشعرية كلها لون واحدة اه لو واحدة محروة ولا واحدة سودة اه بس سريعة التقليب طبعا عايزة بقى في الامان اعمل ايه خليك بص هتعمل الحركة دي شلت الشعرية من النار كلها اللي هتعملها هتعمل ايه دحط على شوط مية خلص الكلام روح اشوف البيبي بتاعك الباب قبط شوفه ضفتك اه وانت وقفة انزلي بالرز والله العظيم قصما بالله المعلومات اللي بقى قولها والتفاصيل الصغيرة اللي جوه الموضوع واللي جوه السورس بتاع الموضوع اهم من الاكل ممكن الشعرية تتعب عليها قوي شلها على النار وروح تقبل تضيفك وعملنا الشاي رفعها من النار وفي الامان معاك حق تعلمنا كده وقعنا في الاخطاء دي تروح تشوف الشعرية تلاقي فوق لون وتحت لون فانا مش عايزك تقع في الاخطاء دي اه حط الرز وقلب ايه واي تنس انك انت حط ملح ايه واي تنس انك انت حط شوفت الشعرية بتلعب ازاي شوفت الحلويات شوفوا الشعرية حتى لونها حلو اللون اللطيف الجو اللي بياخد مع الرز اه اه وانا من الناس اللي بيحبوا الشعرية بتبقى اكتر من الرز اه ايه واي تحط ملح طب يا شيف مغازي انا عملا شرب كان عندي ملوخية بارح وزاي ما قلت خدت الشربة بتاعت الفرخة اللي كنت سلقاها وعايز اعمل رز بشعرية بيها واكيد بيملحها اعمل ايه هو ده الكلام بقى ده الكلام المهم جدا ما تحطيش ملح هتوفع على ايدك كده وتحمريها على نار هاديا وتكون ايه متواصلة التقليب اه كل حاجة ولها حل خلي بالك عشان بتشتقدر طبعا تفصيل الملح اللي انت حطاها الشرب كده الرز كل واحد ننزل بالمية بتاعتنا بس خلاص الله ما صلى عننا شوية رز تكلسها اقول لكم على الاكل انا بحبها بجد والله بحب الرز بالشعرية الشعرية بتبقى قد الرز مرتين وجنبيها طبق صلطة خضرة لازم يكون في بصل اغدر ويا رب تاكل الساعة خمسة الفجر الساعة اتنين بالليل لو حسيت باي مشاكل لو جوزك حس باي مشاكل اسأليني انا بس لازم يكون فيه صلطة خضرة فيها بصل اغدر وفيها خضروات ورقية تساعد على هضم وتساعد الكولون على هضم يعني ايا نطلع فاصل طالبوا مني نطلع فاصل تجي نطلع فاصل صغير ولكن بتحبوني اوة تروحوا بعيد لان معانا داود باشا وداود باشا ده شوية مزاج كده تعمليه لحطة اللحمة بس خلونا قبل ما نطلع الفاصل عشان بحبكم نفتح الفرن كده ونشوف الحلويات اللي فيه وناخد الفاصل بتاعنا من قلب الفرن ايه الحلوة دي والجمال ده الله الصورة الحلوة من داخل الفرن بتفاصلها تتحدث عن نفسها فاصل صغير ونرجع لداود باشا بنكيج بالفراولة يا بتاع الفراولة رز بالشعرية على النار استوى اوة تروحوا بعيد تامعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل محلك سرك يا بو الشيف كل يتساعل الرز بالشعرية اهلينك كبار وكنا نقعد في الاعدادات الحلوة يقول لك ايه طالع الرز لما يستوي ويا سلام لو كان الرز بالشعرية اه نار هادية عشان حباية الرز تستوي مخرج ده الجميل فورسان التليفزين المصري عايزين تفاصيل الرز والمية بتكد بالغطاس انا ما عرفش عمه والله العظيم وبكره المية عموما يعني ولكن تجبوا لي الشعرية في قلب الرز عامل ايه اه ما تيجي تقلمه بقى الرز بالشعرية فيها شوية فن خلي بالك مهم جدا ما يتقلمش غير بشوكة اه شوف الحلويات دي كده اه هو ده الله الله امي رحمة الله عليها كتتعمل ايه بقى الله شفت الحلوة وتعلمتها من امي للامانة والله العظيم اه الله يرحم امهاتنا واللي عايشين الله يطول بعمرهم يتدوم الصحة كانت دايما لما تعمل رزة ابيض او رزة بالشعرية وكنت اشوفها على الكبر يعني لكن كنت مغترب واروحها لها بقى عملالي الرزة المعمر والرزة بالشعرية والحاجات دي كلها كنت عشان ها هو مطبخ وتقف معاه معلات السمنة على الرزة بعد ما تقلبه اه وما تقلبهش ولا تيجي جنبه بس الامانة ما سألتهاش وتسيبه كده وتغطي الحل بس لما كبرت وتعلمت وبقيت طباخ وشيف مشهور والناس بتتصور معايا وفرحان بنفسي طورت من نفسي ده الطبيعي كل واحد فينا معلات السمنة لو بنحطها على الرز وما نقلبهاش بتبين شخصيتها وشماختها لو كانت سمنة بلدي بلدي فلاحة وخاصة بتاعة المنوفية الناس الطيبين اللي بتجي له دايقاء ونغطي الحل عشان كده طلطي غطى الحل ده ونقفلها كويس وتسيبها هتلاقي معلات السمنة دي نزلت مع الرز كده وبينت شخصيتها والفهلاوة بتاعتها بما ان هي سمنة بلدي وتخلي له شماخة وطعم تعالوا مع بعض نعمل البانكيك مقديره على الشاشة بسيطة وسهلة معانا فراولة يا بتاع الفراولة الله يرحمك يا عمي متقال معانا فانيليا معانا دي معانا بيض معانا حليب معانا قرفة نعمة معانا سوس فراولة للفراولة نشوفها نعمله مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة وما ننساش معانا مضرب قوي عشان نخفي البيت جيدا قبل اضافة بقية المقادير حلوة اولا نعم عناية طلبك على الرأس بس الليها عليك واسألك العافية تدلعلي داود باشا قبل ما يطلع من فرن وتجيب لي التفاصيل التفاصيل والبصلة اللي تساءلنا ليه حطناها قبل ما نحط داود باشا هنطلعه من النار الله شوف الحلوة دي باللعني بص على الحلوة دي كده اهو ده اهو زي ما هي هتعمل ايه؟ دي المدرسة المغازية بقى حلوة اهو اهو يا عم الله اهو ده الكرة في ملعبك اهو زي ما هي كده اهو اهو بص على الحلوة بص على الحلوة يلا بينا يلا بينا اهو ده بس خلاص فين البصلة للطماطي دي المدرسة فين التومة للطماطي دي المدرسة هزها هزها تباين حلوة اهو زي ما يلا بينا يلا بينا هنا هنا يا شباب الله هو اكبر اهو ده يلا اهو ده يلا اهو ده العب سخنة عايزينا كشيف اهو ده اهو الصينية تلعم الفرن حكاية اهو بس خلصت شفت لو قد باشا اتعمل ازاي اهو نقلبه لدي مدرسة تانية بقى لما بنوصل لمرحلة الابداع بيبقى في ابداع الابداع بيجي منين من السقة اهو نشيل الروزماري اللي خدنا الطعم بتاعه فاكرينه ده كده اهو ونشيل الزعتر اللي خدنا الطعم بتاعه اهو ونسيبه ياخد غلوة على النار فكت اللحمة لا فرطت اللحمة لا بشخصيتها اه اه واحنا بنشيله من النار وبنقدمه ونحط عليه شوية باقدونس اول لو الدنيا حلوة وقابضين والحياة حلوة هنجيب شوية صنوبر نحمرهم ونحطهم على الوش جيبوني السامنة البلدي يا شباب راحت فين؟ ساحب اه الله والرز جاهزة تيجي نغرفه مع بعض عشان نبص عليه كده واحنا بنعمل البان كيك بتاعنا الحلم يلا بينا اه اللهم صلى عن مكانه هنا انا عاشق للرز بالشعرية بص على الحلوة دي كده اهو ده الله شبت الحبات الرز الشعرية تجري ورا الرز عايزة ايه تلحق ورحة السامنة البلدي ما اقول لكمش هناخده زي ما هو كده الله اهو ده ونشيل دي كده بسم الله الرحمن الرحيم يلا دلع للرز بقى هو نازل بيتكلم مصر كده ده مصر ابن مصر شفت الرز بشعرية اهو ده ها سوي كده ارد الفلفل ده انا حبه بصراحة بحب انا الحاجات دي في قلب الرز الله شيف مغازد انا بقى في المطبخ ساعة عشان عمل الرز ده مش بطلوب منك تبقي شي في شطرة مطلوب منك حب وهم حاجة لما تيجي تعمله الرز قوة تنقع الرز في المياه بتاعته تتأكد ان الغسلتيه مرة واثنين وثلاثة نتيجة التخزين وبعد كده تصفيم المياه جيداً وتخليه على جب شبت الخطوات دي مطلوبة الفهنا وشيفها نشيل دول على جب تعالوا نعمل البان كيك بسرعة انا عارف ان انتو شو ترفع ميلو بس انا عايز اقولك على فكرة حلوة بما ان الفراولة مالية السوق وفراولة مصرية بنت مصرية هنحط بطين والتانية حال هنحطها على البطين دولي عم يشيف قليل من السكر شوية فانيليا كمان قليل من السكر ونخفئ البيت جيداً بمضرب اضافة السكر للبيت يساعد على خفاءانه جيداً واظهار قوامه وشخصيته واثبات اذا كان صالح او غير صالح او تالف او غير تالف ازاي؟ اول ما ترفع المضرب بتاعك يا ست الكل يطلع معاك خيط له قوامة لا ينقطع حتى لو وصفت الكرين من فوق بص عليها كده او دا او شوفت الحلوة دا جاي؟ سكة قطع معايا قطع دا بتوع المدارس او شوفت ازا او دا خلي البطة في مشكلة يقطع معاك على طول نحط الحليب خلص الكلام عايزك بمية دي بان كيك كفاية دول؟ كفاية دول نحط الدين اللي هنا بقى اللي هنا بقى يا شيف البان كيك له قوامة غير الكوب كيك غير الكيكة او نعم يا غالي او بيقولولي في الكنترولي شوفو غازي انا بشوف المدام بتصفين مصفة دي المدام بنخليها لك اي حاجة تعملها المدام لو مية من الحنفية شرباط يا شرباط عايزة لسا شوية دي ليه بقى؟ لازم تخفق زي ما انا شغال كده في اتجاه واحد والتساريع الخفق جيدة في اتجاه واحد كتجا عامل كده انسى اي كالكعب اننا شوق تاني كده خلص الكلام اي وانا عادي اه اه طبعا اه طبعا عشان والله السؤال وجي جد دايما اللي بيحبوا المطبخ ستات يا ربينا دي مصحة وطلط العمر و انا بيهزر طبعا و بطحك وبعمل شوية فكاها وفاني عشان حضراتكم تحبوا التابعوني وتشوفوني مش مطلوب منك تكون الشيف المغاز لانك ماسكتك لسكينة غلط او للمدرب غلط مع الوقت هتلاقي هنا مقبض يدك ده بيتقلم أي مجهود تعمليه عندك متطلبات تانية عندك التزامات تانية فلازم تمسيك المضرب صح والسكينة صح وأنا اتكلمت في الحاجات كتير قوي في حلقات سابقة فهو برضو تيجي الفرصة أنه اهو زي ما أنا وشغالك اهو هو المضرب تشتغل لوحده لا فيش أي مجهود خال اهو اهو أجيب خلاط ليه بقى بالشكل فناني والكهرباء جات وقطعت والخلاط تقطع قصد تحرق مني اهو زي الفنان تعالوا نعمل بالكيك مع بعض واحنا وقفين كده بنسلم آه الفراولة فين؟ اي القرفة فين؟ اي ونشيل كل حاجة من هنا نعم داود باشا هغريفه حالا دلوقتي هنساب الحلو للآخر عشان نعمل واحدة واثنين وتلاتة موراناش حاجة خلصنا أهلا وسهلا ما خلصناش نكمل احنا هنروح من بعض فين؟ اي يلا بينا الفراولة عايزة السوس الفراولة ودينا يا ريئة معنا زي الفن عايزة اغريف داود باشا هنا للأمانة عشان نشوف جماله ودلعه حلوة اوي يلا بينا نبص على داود باشا هو بيغلي بقى نشوفه بقى اللحمة فكت مننا ولا لأ نبص عليه ايه الحلاوة دي ايه الجمال دا دايما النار دي تقصى اللي دعبتي ان شاء الله ربنا يكرمنا اه ايه تشتغلي بحب وتلاقي ربنا مسهلها لك اه شوفت اولي اخي عايز غالوة بس اه نشتغل بالكيك انا مع بعض يلا بينا اه والله يتنفع الصالصة لو كان المنتج جيد التصنيع اه سألوني في الكنترول دلوقتي الصالصة تنفع في صوس داود باشا تنفع في حالة لو كانت الصالصة جيدت الجودة يعني بتاعتها مبتازة فيها انواع في السوق ولكن لو استخدمنا صالصة طماطم لازم طبعا بنحط معلقة سكر علشان الحمودة بتاعت الطماطم ودايما بقول كده لان الناس اللي عندها مشكلة مع الكلون اي طماطم او اي معجون طماطم بالذات بيعمل حرقان نبوعدين في امان الله ومش بنتهنى بالاكلة بتاعتنا تعالوا مع بعض مطلوب ان انا هعمل شوية ايه بان كيك بس بازبط النار هنا زي الفول تمام وانا شغال كده الناس عايزة تشوف صورة حلوة مالومش دعوة بقى جاو ده تغلى على النار كده اي مافكتش شوف سليمة ازاي لو غيلت للصبح لو باتت في التلاجة وتسخناها تاني يوم لو فكت انا هدفع تمانا اه خلي بالك نشود ايه وبيضة في المقادير بتاعت داود باشر عشان كده سموه داود باشر اه اه هلو تمام طيب العجينة جاهزة اولي بالبان كيك معنا دي زبدة وزيت قوة تحط زبدة بس هتتحمر البانك كيك ومش هتستوي من جوه لازم تحط زبدة وزيت زي ما انا اشتغلت كده والعجينة بتاعتنا الحلوة الامانة هنحطها هنا عشان نوزع بالتساوي هقولك على حاجة حلوة عايزة تشوف العجينة مكالكعة منك ولا مش مكالكعة هقولك على حاجة حلوة دلوقتي وانا شغال بس بعد ما نحط شوية في الطاصل كفاية حلوة يلا معنا ارفة باخد الارفة دي كده حطها هنا حطها هنا اه بالسلة انا رايح اجاه الناس عايزة اتروع اه وده كمان هنا مش ساعات كده وحنا صغيري ولك افكار بتلاتة تعريفة هرايش في المغازي اه حال نحط شوية بان كيك كده كده سمعين صوت الداود باشا هو بيعل صوته بتعل صوتك ليه صوت حلوة نهد النار لازم وانت بتعملي البان كيك اول حاجة تحط تسخنة الطاصة كويس وبعدين تهديها كده بالراحة نمسح البتجاز بتاعنا ونقف دي بتاخد وقت شوية عشان كده لازم تكون ريئة وما انتش مستعجلة وفيقة في المطبخ وانت بتعمليها امت الفراولة هنحطها هقول لحضراتكم حالا دلوقت اخبار داود باشا طبعا لما انا حاطي الديق مع الكفتة بتاعتي او داود باشا الديق زي ما عرفنا من العلم والابحاث مادة الجولتين فيه عالية جدا فبيلعب دور مهم جدا ايه هو؟ بيديني قوام للصالصة بتاعت شوية فلفل شوية بلح شوية بابريكا والطعم ونقدمه كده مع بعض يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم داود باشا يلا يا باشا الفة هنا وشفة الفة هنا وشفة للياكل اللهم صلى على النبي صلى على الحبيب اخوانا الشوام زي ما قلت في البداية بيحطوا ايه؟ سنوبر بس ما اعتقدش حد بيحطوا سنوبر دلوقتي كله تقريبا وصل اربع تلاف جنيه يعني حاجة غالية ما فيش داعم هنا ممكن تحطي لوز مقشور دا عند الراجل بتاعي اللي هو الايه؟ العطار او تحطي فول سوداني مش يقول لا بتحكي يا اي نوع مكسرات انت حبعين جمل اه حلو؟ انا بقى للامانة احط شوية باعدونس راضي الفة هنا وشفة صدقين هي بقى أحلى بكتير من الصدوبر اه ودي أكلة مصرية بما ان هي عدالها الرز المصري ايا كان بقى ايه موطنها تيجي نشوفه مع بعض البان كيك بتاعنا نجيب سبتيولة زي دي كده ما فيهاش طبعا لا بصل ولا توم اشتغلت بالجلافزات فيها بصل وتوم غيرها لان وارد تمسكها بيدك حاجات اللي بقولها دي مهمة جدا تعلمي بانوتك لبتخش المطبخ ابنك هوا مطبخ ويطلع شيف زي الشيف المغازي برضو يتعلم منك تيب بورستيه حاجات حلوة ولما ربري يكرمه يقول أم علمتني بابا علمني وهكذا اه هنعمل ايه عم الشيف بسم الله بدأنا من هنا يلا بينا اهي ايه يا حلاوة لعود القرفة هنا هنمسكها زي الايه زي المروح اهو الله اهو عملت حاجة انا لعود القرفة هنا اداني طعم داني شكل داني لون اهو زي ما انا شغال كده معانا الطبع التقديم نلم عينية اهو طبع ده حل معانا فراولة حلوة كفاية اربعة يعني ايني حاضر اهو انا ازا كان عليها عايز اعمل كمية والله اهو داخد الفراولة دي نحطها هنا كده زي ما انا شغال كده اهو في طريقتين ممكن تقطعي فراولة وتحطيها جوه البان كيك بس في انا مش بحب جوه الحشوة بتاعة البان كيك فواكه حب طعمها كده حلو واخده طعم الفانيليا وشوية الفراولة دول اللي قطعهم هو اللي كتعمل هي دلوقت زي ما هم كده الله بس تنزلي بيها بالبان كيك عليها وهي سخنة كلي بالك يعني البان كيك ينزل على الفراولة والبان كيك سخن انا اسف لازم البان كيك يكون هنا سخن حال اهو اهو يلا بينا نعم لعم سكة من هنا اهو ده الكلام بص بص على الحلو اهو الله اهو تفرق هنا بقى لما تنزلي بقى سخنة كده الفراولة هنا ايه بتاخد ايه حمام بخار الف هنا وشفة طبع ده تتصور جنبه هنحط السوس الفراولة الحلو ده كده مطبخنا على ششة القناة الاولى زى ما حضراتكم شايفين وامتابعين بساطة سهولة مرونة ولكن الاهم من ده كله انك تكون بتحب المطبخ وحب تخش المطبخ تعملي حاجة حلوة لديوفك واولادك واتفاجئهم دايما بافكار بسيطة وسهلة من ابتكار الشيف المغازي يعني رؤية فن ابداع بتشوفوا كلهم على ششة القناة الاولى والفضايا المصرية من ماس بيروت موسيقى 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 موسيقى